نستقبل الشهر أيضا بتوبة مع التوبة ملازم القرآن لبه هذا التدريب احنا قلنا أفضل عبادة بعد الصيام والقيام هناك في رمضان وشهر القرآن رمضان وشهر شهر القرآن فإذا أفضل شيء أن تدرب نفسك أنت تعرف حضرتك أصلا القرآن صعب جدا على الإنسان قد يستغرب مني أحد وأنا أقول بذلك أشق شيء أن يقرأ المرء في الكتاب والله صعب جدا لأنه الكرآن كلام الله عالي رفيع لا يمكن لأحد أن يتقدمه إلا أن يكون رفيعا ما يمكن سيقرأ هذلك هذي الشعر آية ويغلق ويمشي ماشي هستطيع أنا أتكلم منك ممت تقولي لا الواقع يخالفك أقول كيف أنبيوني قالوا يا أستاذ الرجل يمسك المصحف يقرأ الفتاحة ويغلق ويمشي نعم هو آخر رسوله ويمشي القرآن صعيب جدا على الإنسان ما فيش حد يقدر يجلس مع القرآن أنيسا لأن دي أصلا نعمة ونعام الله غيارة غيارة لا تقتل أي أحد فالأنس بالقرآن القل لهم الذين يأنسون بالقرآن فأنت الآن عندك شهر تستطيع أن تهيئ نفسك تهيئة أن القلب يكون فيه جاهزية للأنس بالقرآن لازم القرآن في شعبان طبما أنت قلت يعني المسألة صعبة قلت نعم لما أنت تتضرب واحدة واحدة عشر آيات وفي الليل يتصلي بالعشر آيات بعد ذلك لك وردي صباح تقرأه وأنت تقرأ تتدبر ممكن تقرأ في التفسير بعض الشيء عشان تفهم وتأقل عن الله مراضي الله في الكتاب تتفتح مسامع القلب والروح تتسامى فيبقى الإنسان شغوفا عندما يأتي رمضان يسأل فيقولون لهم أهل علماء تركوا العلم وتركوا الحديث وتركوا الأصول وتركوا الفقه من أجل من أجل القرآن مالك أغلق كل شيء وقال القرآن الشفعي كان يختم مرتين في اليوم لهم أمور عظيمة مع القرآن أنت ما سمعك لما تعرف ذلك تقول ما عندي إلا القرآن عندما تكون صائما طاهرا وأنت مستضعفا أمام ربك وتفتح الكتاب لتقرأ ستجد عجيب في قلبك آيات تمر عليك بتمر على سهام القلب ما تمرش على اللسان والآذان وكأنك أول مرة تقرأ في هذه الآيات ويفتح الله عليك معاني لم يفتحها على أحد غيرك القرآن كنوزه لا تنتهي لا تنتهي عجائبه لا تنتهي قد يغلق الله على الجميع ويفتحه لواحد وقد يفتح الله لواحد البعض ويفتح للآخر لبعض الآخر ويفتح لواحد الكل فكن من هؤلاء اتهيئة أن تلازم يسر بالقرآن قد قال الله من السلام اقرأوا القرآن فإننا لكم بكل حرف حسن لا أقول ألف لميم حرف ولا أقول ألف لميم حرف ولكن أقول ألف الحرف ولا من حرف وميم حرف القرآن كلام الله لا يتعبد لله بأفضل مما خرج منه لأن الله تكلم بهذا القرآن وسامعه جبريل ونزل به للنبي الأمين أنت تقرأ وكأنك تعلم تقول قرأ الله هذه الآية نعم سامعها جبريل نعم إذن سأقرأ حتى حتى تصل إلى أن تسمع صوت ربك يوم القيامة عند المناجاة بينك وبينه فهنا أيضا من العبادة التي تهيئ نفسك لها حتى تأتي في رمضان متدربا وقلبك مهيئا للأنس به منازمة القرآن قراءة القرآن